هاي دي وصفة صلطة لطحنية مع الخضرة وصفة صلطة كتير طيبة وبسيطة دايما بنعملها مع الفلفل المقلية او مع صنية مقالة او اي مقليات انتو بتحبوا تقدموها معاها كتير طيبة بالسامون تنعمل سندوشات حطوا فيها بطاطا وفلفل او بتنجان مقلي مع زهرة وبطاطا او تغمسوها على جنب مكوناتها بسيطة وسهل ومتوفر بكل مطبخ وبكل بلد طريقة تحضيرها ما بتاخد منها وقت والخضرة اضافتها على زوجكن اول شي منحط لطحنية منحط الملح اضافة توم اختيارة معلقة صغيرة حطيت كوب وربع من لطحنية رح ضيف علوان عصير 3 حبات ليمون كتير طيبة نسبة الليمون فيها ومنخلط الليمون والطحنية سوا رح تشوفوا لطحنية لما تخلطوها مع الليمون والملح اول شي ليكم كيف تشتد معكم وهيك كتير قوامة ممتاز هلأ منبدأ ننزل الماء الباردي بالتدريج ربع كوب ومنخلط ما تحطوا كل كمية الماء من البداية عشان ما تفرط معكم شوفوا بعد ما خلطتها بتصير طبيض معكم الصلصة نرجع منحط ربع كوب ومنخلط وهيك قوامة كتير ممتاز هلأ جهزت الخضرة أنا فرمت خيار فرمت بنادورة والبنادورة لازم دايما تشيلوا القلب منها لأنه قلب البنادورة هو اللي بيخرب الصلطة فدايما نشيلوا قلب البنادورة ويفرموهن مربعات صغار خس فجل فجل هايدي الكميات على زوقون بس أكتر نسبي لهايدي الخضرة حتكون البقدونس يعني أنا فرمت ضمطين من البقدونس غسلتن وصفيتن وعصرتن من المي كويس بحطن على الخضرة ونعنع خضرة شي نص كباية تقريبا أو كوب يعني نعنع مفرومة أو ضمت نعنع خضرة بهيدي الطريقة حطيت زيت زيتون شي خمس معالق طعام وبقلبن سواء لايكون كيف قوامة الصلصة بديكون هيك قوامة كتير ممتاز ما تكون رخوة ولا أن تكون معاكن كتير تقيلة بعد ما خلطتن سواء دقتها لقيت بدها شوية ملح زيادة زودت وزودت لها عصير نص حبة ليمون لأن الخضرة أخدت طعم الليمون منها وعلى الطحنية والماء فزودت لها عصير نص حبة يعني شي ثلاث حبات ونص تقريبا كانوا طبعا هيدا الليمون عزاقكم ما فيني أنا أخبركم قدية لازم أنتوا بتدوقوا بتستطعموا حطيتها بجات التقديم زي أنتا برشة بقدونس بالنص شرايح فجل التزيين عزاقكم فيكن تقدموها بدون تزيين ورشة زيت زيتون طبعا قدمتها على الصفرة مع مقالة دايما رفيقة الفلافل والمقالة يعني هيدا الصلطة أنا بسميها توقم الفلافل والمقالة ودايما بجهز سمون الطيبين والخبز المصري مخللات امطلال وهيدي فلافل امطلال على طريقتي أنا عمليته انتازة مقاليين لمحمرة وشاركتكم طريقتها متبق المحمرة مع الحمص ومتبق المحمرة بأكواب الكب المقالية حمص مع المحمرة كتير طيب هيدا جاط المقالة يلي دايما بترافقه الصلطة الطحنية مع الخضركوسة زهرة بتنجان بطاطا بصل بامية فلفل حار نقانق مقالية كمان ومطفاية بدبس الرمان والحامض والتوم كتير طيبة قليت البندورة كمان هيدا الصلطة طيبة مع النقانق قليت البندورة الحرة تغميص بالخبز هيدا الوصفات ما فيه اطيب منها وكل مكوناتهم متوفر بكل بلد بكل مطبخ